ده كمان مجموعة من اللعيبة اللي عقودها بتنتهي أولهم واحد من أبناء نادي الزمالك أحمد فتوح اللي قدرت تحافظ عليه وتحتفظ به وبإمكانياته كواحد من اللعيبة الموهوبة والأهم في مركزه في مصر وفي إفراقيا واحد بيلعب في منتخب مصر لعيب مميز جداً اسم أحمد فتوح بترجع بقرار يخلي نادي الزمالك هو المستفيد الأول من إنك تبكي عليه بشروط نادي الزمالك واللعيب يمتسل لكل شيء الناس كلها خلي بالك كانت بتتكلم على فتوح إن فتوح خلاص ده فتوح لبس تيشيرتي مش عارف مين ده فتوح راح فين ده فتوح شوية ومين توسط عشان خاطر إيه ده فتوح عضر يفتتاح ملعب إيه فخلاص كده خلاص شكراً لا تتحميش معانا وفي النهاية لأ مجلس الإدارة قالك فتوح في نادي الزمالك الناس اللي توسطت كمان عند مجلس الإدارة عشان يقبلوا عتظار فتوح خلي بالك برضو وده مهمة قوي في الفترة دي في نادي الزمالك المحبين لنادي الزمالك لما يشوفوا إن في مجلس إدارة بيحاول يحل وبيعلي مصلحة نادي الزمالك فوق كل شيء وفوق كل الأسامي فلقت لقى المحبين نادي الزمالك بيتوسطوا عايزين لقى يا عم ده فتوح من الناس المهمة في نادي الزمالك خلاص أنا هجدد لفتوح بس بشروطي بشروط نادي الزمالك لازم أرسي المبادئ اللي لازم الكل يتعلم منها عشان لو في خطأ حصل عن غير قصد ما يتكررش فده كان بند وخلي بالك عندك مجموعة من اللعيبة اللي عقودها بتنتهي في نادي الزمالك أنا أمكن الحلقة اللي فاتك كلمت عن محمد عواد وبرضه هيتقعد مع محمد عواد وإن شاء الله بإذن الله برضو مستمر معناد الزمالك نفس الأمر محمد صبحي اللي بقى لك عواد عنده الرغبة إنه يبقى متواجد ويكمل معناد الزمالك ده أمر مهم قوي ولكن مجلس الإدارة عنده أولويات بعيدا عن اللعيبة اللي هيجدد عقودها كان عنده أولويات كمان بعد فك أزمة القدي إنه يعمل صفقات الناس كلها مستنيها الصفقات ومهور نادي الزمالك حقه يا جماعة يفرح حقه يبقى مبسوط إنه فيه لعيبة خلاص بدأت أشوف لعيبة جديدة في نادي الزمالك أنا محروم من ده بقى لي قد إيه بقى لي قد إيه موقوف عن القيد مش شايف لعيب جديد في نادي الزمالك عايز الطبيعي يحصل إن الفريق ومجلس الإدارة يجيب لعيبة جديدة لنادي الزمالك بقى فيه تدعيمات ده طبيعي فهو الاستقرار الإداري بيجيب لك استقرار في كل شيء بتلاقي مجموعة من اللاعبين اللي الناس كلها ممكن جمهور نادي الزمالك شايف إن أنا نفسي قوي في اللاعب ده ونفسي قوي في كذا وفي كذا وفي كذا وتلاقي مثلا جمهور نادي الزمالك نفسه يجيب أحسن اللاعبة وحقه خلي بالك ده متصق تماما مع رغبات مجلس إدارة نادي الزمالك إنه برضو عايز يجيب أحسن اللاعبة اللاعبة اللي تفيدنا دي الزمالك